فاسكلر دي سيسز أمراض الأوعية الدموية تلعب الأوعية الدموية دوراً مهماً في عملية تخثر الدم، إذ تبدأ هذه العملية الحيوية المهمة بانقباض الأوعية الدموية المصابة، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم عبرها، مما يسمح لصفائح الدموية بالالتصاق على جدار الأوعية الدموية المصابة، وتفعيل عوامل التخثر من أجل تكوين الخفرة، التي تساعد على توقف النزيف، وقد تصاب الأوعية الدموية بأمراض وراثية أو مكتسبة، تؤدي إلى هشاشة وضعف في جدرانها، مما يؤدي إلى سهولة تمزوقها، وهذه الاضطرابات قد تكون نتيجة التعرض لكدمات، وبالتالي حدوث نزيف مندفع من أوعية صغيرة. أمراض الأوعية الدموية هي أي حالة تؤثر على شبكة الأوعية الدموية التي تشمل الشرايين والأوردة، وفي أغلب الأحيان تؤثر هذه الحالة على تدفق الدم إما عن طريق سد أو إضعاف الأوعيات الدموية، أو عن طريق إطلاف الصمامات الموجودة في الأوردة، وبالتالي قد تتلف الأعضاء بسبب أمراض الأوعية الدموية، نتيجة لانخفاض تدفق الدم أو انسداده تماماً، ويتميز النزيف الناتج عن أمراض الأوعية الدموية بأنه نزيف تحت الجلد بشكل فرفريات، أي نزيف نقطي بحجم رأس الدبوس تحت الجلد، وكذلك نزيف في الأغشية المخاطية كاللثة والأنف. يمكن أن يحدث النزيف إثر إصابة خارجية بسبب جرح أو صدمة معينة، حيث يحدث النزيف الداخلي بسبب تمزق عضو معين أو أوعية دموية، مثل تمزق الشريان الأبهر أو تمزق الأوعيات الدموية في الدماغ والتي تسبب نزيفاً في الدماغ. من الأمراض المكتسبة التي تؤدي إلى ضرر الأوعية الدموية، مرض الإسقربوط أو ما يعرف بمرض بارلو، وهو مرض سببه هشاشة في جدران الأوعية الدموية بسبب نقص فيتامين سي، حيث تفقد الشعيرات الدموية سلامتها، ويتسرب الدم إلى الأنسجة، ويؤدي ذلك إلى حصول نزيف تحت الجلد وفي اللثة. المضاعفات لتجنب حدوث مخاطر ومضاعفات أمراض الأوعيات الدموية، يجب تشخيصها مبكراً وعلاجها بشكل سريع ومناسب، فإذا تأخر علاجها أو تركت بدون علاج، قد تتسبب في ظهور مضاعفات عديدة وخطيرة، وقد تهدد حياة المصاب بها، وتشمل هذه المضاعفات على كل مما يأتي. الإصابة بالغرغرينة، وهي موت الأنسجة، والتي قد تؤدي إلى بتر الجزء المصاب، الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، الشعور بألم شديد يقيد الحركة، الإصابة بالالتهابات في العظام والدم، والتي قد تؤدي إلى الموت، الوقاية، الإقلاع عن التدخين لتحسين صحة الأوعية الدموية، ممارسة الرياضة باستمرار، والتي تساعد على نشاط القلب والأوعية الدموية، تناول نظام غذائي صحي ومتوازن خال من الدهون، الحفاظ على المستويات الطبيعية لكل من السكر والكوليسترول وضغط الدم، تجنب البرد، لأن درجات الحرارة الباردة تسبب انكماشاً في الأوعية الدموية، وقد تجعل الأعراض أكثر سوءاً. أخذ الأسبيرين لتقليل فرص الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.